السلام عليكم أصدقائي معكم عادل من قناة دقائق تقنية تقبل الله مننا ومنكم الصيام والقيم رسميا شركة فيفو أطلقت الطابلات الجديدة فيفو البيت لثبرو طابلات تأتي بمصافات عالية أيضا تأتي بمعالج قوي وهو دامين سيتي تستعالع في تلتمية هذا المعالج يتفوق على معالج ندراجون 8 الجيل الثالث في منصة أنتوتو لذلك سيكون من أفضل الأجهزة حاليا أيضا تابع الفيديو الأخير بمعرفة كامل التفاصيل على هذه الطابلات أيضا الدعم خلطي محاسر والو دير لايك ودعم هذا المحتوى التقني المفيد طابلات الفيفو البيت لثبرو تمتاز بأقوى المعالجات ولكن ليس هذا فقط فهي تتميز بسعر خرافي مقارنة بالمواصفات فسعرها يبدأ بسعر 415 دولار فقط وهذا سعر مميز مقارنة بالمعالج القوي والمواصفات الأخرى تصميم الطابلات جميل صراحة حيث تأتي بهيكل مصنوع من المعدن بالكامل حتى الظهر مصنوع من الألمانيوم الإطار نحيف ويبلغ صمكه 6.6 مليمتر وسيأتي الجهاز اللوحي بثلاثة ألوان الرمادي والأزرق والأرجواني أيضا الطابلات تتميز بشاشة كبيرة بحجم 13 إنش تأتي من نوع LCD بدقة عرض 2064 في 3096 بيكسل يعني بدقة 3.1 كي والشيء المميز أنها تدعم وعدل تحديث عالي 144 هرتز رح يقدم لكسلاسة وسرعة في التصفح أو التنقل بين التطبيقات أيضا من ناحية الألعاب رح تستمتع بتجربة ممتازة تدعم الشاشة أيضا التدرج اللوني بنسبة 100% وميزة HDR10 ولديها سطوع يصل إلى 900 نيتس أيضا تدعم الشاشة 1 مليار لون صراحة الشاشة رح تكون مناسبة لمحبي الألعاب ورح تستمتع بالتردد العالي والمعالج القوي والطفرة في هذه الطابلات وهو المعالج معالج قوي جدا كما ذكرنا السابقا يحتوي طابلات الفيفو البيت 3 برو على معالج دميسي 9300 مخترن بما يصل إلى 16 جيجابايت من الرام من نوع LPDDR5X و 512 جيجابايت من تخزين من نوع UFS 4.0 أيضا بفضل المشتت الحراري المخصص والتبريد النحاسي الموجود في هذه الطابلات رح يقلل من السخونة خاصة عند اللعب المكثف صراحة الطابلات رح تقدم لك أداء قوي بفضل المعالج وتحصل على منصة أونتوتو على أكثر من 2 مليون نقطة والشيء المميز أن الطابلات تدعم القلم وهذا الشيء ممتاز صراحة أيضا تدعم لوحة المفاتيح أيضا سنجد بطارية بحجم كبير 11500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات بدون شك البطارية رح تكون ممتازة ورح تحكم لك اليوم بسهولة أيضا الجهاز يأتي بنظام الأونتريد 14 مع واجهة الأوروجين أس أربعة والذي يأتي مزود بنموذج البلي أم آي الداخلي من فيفو يوفر هذا الأخير الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور والنصوص بالإضافة لمجموعة الأوفيس من فيفو مع دعم الوصول عن بعد إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامين التشغيل الويندوز والمك والقدرة على استخدام الجهاز اللوحي كشاشة موسعة أيضا توجد مميزات أخرى وهي الاستمارية التي تتيح لك إجراء المكالمات ونقل الملفات من وإلى هواتف فيفو المتوافقة مع هذه الطابلات أيضا الطابلات لديها كاميرا أمامية خلفية واحدة تأتي بدقة 13 ميجابيكسل وأما كاميرا سيلفي فتأتي بدقة 8 ميجابيكسل ويدعم أيضا ثمانية مكبرات الصوت لذلك التجربة الصوتية راح تكون مميزة ومحيطية الجهاز يدعم الواي فاي 7 والبليتوث 5.4 على العموم طابلات الفيفو البيت 3 برو طابلات متميزة تأتي بشاشة كبيرة بتردد عالي أيضا سنجد معالج فلاك شيب مع بطارية عملاقة أيضا تدعم القلم ولوحة المفاتيح وتدعم الذكاء الإصطناعي كل هذه المواصفات وتأتي بسعر 415 دولار فقط وهذا سعر ممتاز صراحة وفي الأخير ما رأيكم بهذه الطابلات؟ وهل تستحق الشراء أم لا؟ راجئا شاركونا رأيكم في التعليقات دومتم في رعاة الله وحفظه اشتركوا في القناة